تداولت وسائل الإعلام العربية خبر سقوط خلية موساد إسرائيلية في أيدي جيش اللبناني كانت قد نشطت لأكثر من عشرين عاماً في التجسس هذا وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته أمس أن مديرية الاستخبارات في الجيش في البقاع تمكنت من توقيف شخصين ينتميان لشبكة تجسس مرتبطة بالتعامل مع إسرائيل وأشار البيان إلى أن الموقوفين اعترفا بإقدامهما على جمع معلومات حول مراكز حزبية لصالح إسرائيل ويحاول المحققون إيجاد رابط بين هذه الشبكة وعملية اغتيال عماد مغنية وشخصيات أخرى سواء من لبنان أو من سوريا ومن جهة أخرى فقد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الخبر لكنها لم تتأكد من صحته أما المحللون الإسرائيليون الأمنيون فقد شككوا بمصداقيته وصرحوا بأن هذا الخبر يبقى تحت إطار الحرب النفسية التي يخوذها حزب الله ضد إسرائيل منذ نهاية حرب تموز شكرا لمشاهدتكم إنفولايب تي في كانت معكم عناب حلبي من القدس